ده يكتبون على صفحاته مثلاً العلاج النفسي الطاقي أو شخص مثلاً دارس علم الطاقة حسب ما يقولون أنه خلص صار أخصائي نفسي شنو رأيك هل هناك علاج نفسي طاقي؟ ممكن توضيح؟ أنطيني اسم جامعة مرموقة أو غير مرموقة تدرس علم الطاقة كمنهج لا وجود لعلم الطاقة علمياً علمياً لا وجود لعلم التفقيم من عنده حتى منطقياً ماكو وجود له حتى منهج ماكو بهذا المجال طيب فبالتالي شنو أدواتك اليوم أجي أقول لأخصائي على رأسي حتى علم النفس طبعاً بالبداية كان علم فلسفي حتى ما نظم الناس اللي مثلاً ما تعرف وراحت ودرست وأخذت كورسات وسوت وسوت بالبداية علم النفس كان علم فلسفي وكان هو الجزء من خليني أقول من علم الفلسفة ثم بعد ذلك انفصل وأصبح علم قائم بنفسه اللي هو علم النفس ليش لأن صار عنده مناهج نظريات فرضيات تحولت إلى نظرية تجارب فبعد ذلك خلص صار علم فبداية علم النفس كان عبارة عن وهم الموضوع هنا عالطاقة لما نجي نقول احنا موضتكم بس شن الدلائل العلمية مالتكم اللي واحد زائد واحد يساوي اثنين حتى أنا أقول لك علم وين المنهج مالتك وين الدراسات مالتك وين الأبحاث مالتك وين 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 إلى آخره هاي نقطة النقطة الثانية لما أنا أقول للنفسي أنا معالج بالطاقة زي أنت شي تعالج شي تعالج أمراض نفسية شنو تعريف الاكتاب شنو تعريف الذهان شنو تعريف الوسواس القاهري هل أنت تعرف عنهم على مو تعالجهم وهل أصلا منطقيا أكو دوة يعالج كل شي مستحيل صح وعليه فما أعتقد أنه لحد الآن لحد يومنا هذا هسا اليوم إحنا جاي نصور ما كو علم اسم طاقة ممكن بعد سنتين ممكن بعد عشر سنوات تطلع أبحاث ودراسات علمية والناس خليني أقول تبحث بيها والعلماء يغيرون رأيهم لمن يشوفوها مفيدة وإلى آخره ممكن يصير علم ليش لا بس لحد الآن هسا ما كوش يسمع علم طاقة يعني اللي تقصده ما كوش يسمع علم نفس طاقي لأنه مرابطي ما كوش يسمع علم نفس طاقي موسيقى